محمود بقولك أنجلينة جولي وبراد بيت خلاص هيتطلقوا بتنصحهم بايه؟ نصحهم لما معوزة مفعنين من الأول عشان معرفش ليه بتقول عليه وبلوك أنجلينة جولي هيتطلقوا بتنصحهم بايه؟ سترقى عدو والله كل شيء اسمه نصير برضي فعرفي ايه؟ بيحبوا بعد عشر سنين وتجوزوا سنتين ولما تجوزوا هيتطلقوا طب فايه؟ نحن عنا عندنا هنا الشاب بيبدأ بخاطب 16 سنة وبيتجوز شهر وبيطلقوا هم يعني هيتطلقوا فعلا انت شوف كده يعني كمين ومين دو؟ أنجلينة جولي وبراد بيت ما عرفهمش هو راجل واطيه أصلا عشان يطلقه لا حرام طلق أبغاد الحلل عند الله طلقه هنفعش يا جماعة على إذن بالأولاد فاي براد بيت وأنجلينة جولي هيتطلقوا بتنصحهم بايه؟ لا الزيل براد بنت مين بران بنت؟ أنا عرف عن جلينة مش أنجلينة جولي دي عرفها عرفها؟ عرفها اوه تعرف عنها ايه؟ أنا اسمع أن أبوها كان أصبع يعني كان أكبر صاحب مصنع جيلي فيعني هو تسمى المنتج اللي هو الجيلي ده على اسمه يعني أنجلينة جيلي فهو تسمى على اسمه فده اللي أنا عرفها عنه مين دو؟ هما أنجلينة جولي ها أنجلينة جولي؟ ها مش زلوا لدعم؟ أنجلينة جولي؟ ها وتفكرهم اسماء كلام؟ ها ولدعم؟ ها وبعدين بقى هو كتز علام منها طبعا عشان الأفلام اللي هي بتطلع فيها وكده بيبقى أدوارها مش ولا بود فأممكن هوا ده يكون السبب الطلاق يعني طلاقها من مين؟ من مراد بيت؟ لا ما ينفعش يسيبوا بعض يعني مكتوب في الجواز ما ينفعش أدام الزوج كتب وقال بالله يعني حضرتك ما ينفعش نهيد من الأول لو براك بيت جاب أنجلينة جولي ونزلوا على مصر هي صالحها فين؟ يعني يأكلها فين في مصر؟ معلش عادي السؤال تاني؟ يروح عند الركيب بتاع الكوارع لا بتاعكوش كي ممكن عادي يأكلها دورا؟ على الكبري جامعة ويأكلها النيل أو ممكن يأكلها فين؟ ممكن أكده فولو طعمي عادي أولا بتاني هطلع الماط لأنه هو يعني الجو بتاعهم ما يشعر ما شوفوش الجو ده هناك كتير يعني تفهماني يطلع المواطن بقى الحمس الشام تفهماني مع الدورا؟ يعني الأهرامات على صفح الهرم؟ على صفح الهرم ربه إزاي بس يعني أبوهم هيسيبهم عيالهم هيحصلهم إيه بعد الطلاق؟ إيه؟ هل شرط؟ أيوه؟ حاجة لله بقى أوه صح؟ اه هي تشرطوا هي تشرطوا يعني البيت الصغيرة ديت عندها بدي يعني السبع سنين الصغيرة دي صح؟ سبع سنين ديت يعني دي مسلا أنا أكيد ممكن لو نزلت مصر برضو ممكن تبقى مناديل تنحرف في الوقت بقى ابنه آآ أندريو بقى يسمو ابنه الكبير أندريو كده 13 سنة الوقت ده أنا على فكرة يعني لو نزل هنا وحصل الخلاف ده هيشدوا كله أهو الله العظيم فهمش عايزين أنهم وصلوا الدرجة دي دول نجمين هلووديين هلووديين أكيد عارفة أنا بكرة فمنفعش أنهم ما يوصلوا للمرحلة دي يعني والناس اتكلم عنهم كلها وست أنا اتكلمت عليهم يعني عيه؟ ادعي لهم دعوة حلوة ادعي لهم دعوة حلوة ادعي لهم دعوة حلوة بس بالانجليزي بس بالانجليزي بس الانجليزي التاع على قد اه يوهم أنجلينا مراد بيلي اه بيريو لسيلف فيه الكلام هينزل طبعا الترجمة بتاعتها على بيريو لسيلف عند اه عند اه عند اه هاو ماتش لا هاو ماتش دي حاجة معليش ساني واحد بيريو لسيلف بس عشان ما الصح داخل الانجليزي بتاع صناعة علم مجاني معليش ساني هي بتحبك يا انتجين رجلي انا بدلعو وادوهم رسالة دادي دادي النهار دا عيد ميلادي خد جولي وروحوا المعادي شرابوا كوباية زبادي هي بتحبك يا انت جولي جولي طب والله يعني ابن الله يا سيطة انجلينا يعني اولاد مراد والله العزيم عش على العشة ويعني وانت مراد انجلينا برضو يعني عادة معاك في البيت بقى لها كتير يعني وما ينفعش نتعملوا المعادي كده وانتو ناس كبيرة وناس يعني مش هما شعير بقى انجلي المراد دا بتشغالي محتداد القول اشتركوا في القناة